نقترب من المشهد اكتر شوية معانا زامليننا العزيزين خالد رزق ومحمد طاها نبدأ بخالد رزق اللي كان لسه في الملعب في المباراة يقول لنا الاحداث عاملة ازاي ووضح انه جنبه العديد من المشجعين من مختلف الجنسيات مسائل فل عليك يا خالد اخبارك ايه طمين عليك المطش كان عامل ازاي والاجواء عندك وصفها مسائل فل عليك كابتن شبيرو مسائل فل علي كل مشاهدي كارات اونتايم في كل مكان طبعا اجواء المباركة اجواء صعبة جدا كانت اجواء مهمة جدا يمكن كان مطش تحديد مصير المركز الثاني والصعود بالتأكيد لدور الستاشر يعني معايا بعض المشجعين الامريكان يعني براحب بيكم اهلا بيكم على كناة اونتايم سبورت اريدو ان اعرف كيف رأيتم المبارا اليوم مدهش صعب قوي لعبنا بقلب وكنا قلقين نحن فخورين بفريقنا ونحن استطعنا ان نهزمهم كانت الامور صعبة في المباراة صحيح نعم كانت مباراة قوية جدا وعانيفة وهذه هي المباراة الاصعب في المباراة الثلاث وهي تعني الكثير وكيف رأيتي اداء اللاعبين ممتاز ممتاز فريق صغير السن وصحيح ادو بشكل ادو بشكل رائع جدا ومدهش وما رأيك بشأن الاجواء في هذا الملعب شيء مدهش والطاقة كانت كبيرة جدا وكلنا كنا متحمسين ان نكون موجودين في هذا الاستاذ كيف ترون فرص امريكا سنذهب بعيدا في هذا المونديل كيف رأيت هذه المباراة اليوم بالتأكيد كانت مباراة صعبة واعتقد ان هل توقعت فوز امريكا نعم توقعت ان نفوز سيطرنا على المباراة في الشوط الاول واحرزنا هدف في اواخر الشوط الاول وهذا اعطانا فرصة الشوط الثاني اخر 15 دقائق كانت الامور صعبة جدا وشجعنا الفريق بحماس كبير حتى يتحملوا هذا الضغط والان نعود الى الولايات المتحدة ونحن فائزين ونحن مستمرون في المونديل وسنواجه اي فريق فيها المباراة المقبلة الان سنتمنى ان تواجه الولايات المتحدة فرقة افريقية هل هذه اول مرة ترين مباراة بهذا الحجم اول مباراة بهذا الحماس شاهدت الارجنتين والمكسيك وهذه المباراة فقط كل المباراة الدقائق التسعة الاخيرة كانت الاطول على الاطلاق كانت دقائق طويلة نعم نعم كانت طويلة ولكن كانت رائعة وماذا برأيك التنظيم هنا بقطر فيما تعلق بالاقامة ممتعة جدا والتكنولوجيا في هذا في كأس العالم رائعة وهي الابرز في كل ما رأيته الاهم هو الناس في قطر الناس مدهشين الطعام رائع نقابل اشخاص ودودين لا اهتم بما يقال ابدا ولكن انا لا اهتم بالسياسة نحن هنا لكي نشاهد مباراة جميلة ونستمتع بهذا البلد الجميل انا عندما اتيت الى هنا لم اكن اتوقع ما رأيته الطرق رائعة وشيء رائع ما هذه الحقيبة وماذا بداخلها هذا هديه هدية ساذب بها الى لوس انجلس الى اصدقائي ميدالية كأس العالم والسكارف الخاص هذه ستذهب إلى لوس أنجلس أنت فزت بالكاس منذ الآن هذا المدير الفني في الكولية كوتش بولا وأنا مستمتع جدا بوجودي هنا وأيضا أشجع الفرق الإفريقية وأشجع الولايات المتحدة بلدي الثاني أريد أن أرى هذه الحيوية شكرا جزيل كبتن شبير زي ما بنشوف طبعا أجواء دائما مننا الجمهور المتواجد بالتأكيد برحبك كبتن شبير نضمننا حد إلا إن شاء الله السلام عليكم منين الأول؟ من المغرب و جاي يشجع أحلى ناس و ما شاء الله المغرب تتقل اليوم الخميس إن شاء الله هنكسبها إن شاء الله و هنمر دور تاني وإن شاء الله مربوحها إن شاء الله ربنا خليكم سلام عليكم بشكرك جدا ربنا خليك حبيب يعني كابتن شوبير طبعا يعني معانا طبعا أحمد عطى محل قناة On Time Sports يعني ناخد منك الميتين أيضا سريعا عنها هدير مباراة يعني عطى برحب بيك على قناة On Time Sports طبعا كارتك المفضلة ولكن قولي بقى شفت الأجواء داخل سيد زينا أول برحب بكابتن أحمد طبعا من أول الشاشة الأجواء كانت مميزة جدا أنا كنت منتظر تكون فيه توترات كبيرة سمعت عن حاجات بس أنا ما شفتش أن فيه بعض المشدات لكن الأمور كانت لطيفة جدا شوفت نفس كتيرا بتصور مع وضاء لكن الأجواء جوه كانت سخنة جدا جميل إيران بالمناسبة عندها هتاف واحد إيران 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 ما بدأ عندهش هنا فده بيخلي الأحشود كلها تغني نفس الحاجة طبعا غطوا على جميل أمريكا اللي ما كانتش موجودة بره بس فجأة اكتشفت أن فيه جميل كتير جوه لكن أول مرة فيه نقطة خدت باني منها أول مرة لاحز إن الجماهير مفصولة شوي تحس إن إيران في ناحية وأمريكا في ناحية أعطاك تم مراعات الموضوع ده لكن في النهاية كانت مباراة اكتسبت أهميتها مش بس سياسين لبقت رياضين كانت مباراة حاسيمة في التأهل وبالفعل اللي فاز بيها هو اللي تأهل أمريكا تأهلت أعطاك أن هي استحقت الفوز يعني أمريكا أظهرت قوتها النهاردة مقاردة منتخب إيران اللي كان مميز أو في مباراة ويلز بس في مباراة الأخرى ما كانش أفضل حاجة سريعا قبل المراجع الكبتين شوبير سعودية مغرب مين اللي ممكن يسعط فيهم ولا اتنين يسعطوا إن شاء الله والله نتمنى اللي اتنين يسعطوا بإذن الله سنة غريبة أول مشجعة شافت ماتش أرجنتين ومكسيك بتقول النهاردة إن تنسى عالي ده ماتش أرجنتين ومكسيك كان مجنون يعني لكن ماتش السعودية إن شاء الله بإذن السعودية عندها فرصة أصلاً اتغلبت قدام بولندا ويقدمت مباراة كبيرة والمغرب عندها فرصة سهلة إن شاء الله بإذن تتأهل فالمغرب أكيد إن شاء الله تتأهل في دور الثاني وبنتمنى السعودية ترك تركيز وإن شاء الله توصل في دور الثاني بإذن أعطى أشكرك جداً ودمار حبيبي مرسي يا جميل شكر جداً يعني كابتن شوبير دي كانت أجواء أنا وكوالسنا من أمام سادة سمامة ومباراة بتأكيد يعني أمريكا وإيران في تحديد المركز الثاني يعني نعود لكابتن شوبير في السعودية مرة أخرى تفضل يا جابتن